حزمة اتفاقات حول قضايا بناء ثقة لا تؤشر إلى اتفاق في اليوم السابع من جولة المشاورات التي انعقدت في أجواز توكولم الشتوية أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث أن وفدي الحكومة والحوثيين تسلم حزمة اتفاقات حول الإطار السياسي ومطار صنعاء وملف الحديدة والملف الاقتصادي مرة أخرى تخرج قضية تعز من مجال الاهتمام الأممي وطرفي الصراع بعد أن تبين أن لا تقدم قد أحرز على صعيد إنهاء معاناة المدينة من الحصار والحرب والألغام فيما لا جديد حول بقية القضايا الأكثر تعقيدا في أجندة هذه المشاورات في ملف تعز حتى الآن لا توجد أي مؤشرات نحو تقدم في فك الحصار عن تعز من وجهة نظري أن السبب في ذلك اختلاف وجهة نظر كل فريق في التعامل مع ملف تعز فبعد أن أنجز الطرفان نتائج مهمة في ملف الأسرة يبدو أنهما ينهيان هذه المشاورات باستمرار الخلافات حيال بقية قضايا بناء الثقة خصوصا فيما يتصل بالتهديئة في مدينة الحديدة ومينائها وحسم وضعهم الأمني والإداري والأمر نفسه ينطبق على مطار صنعاء والملف الاقتصادي رغم التفاؤل الذي ضخه مكتب المبعوث الأمم وأعضاء الوفدين طيلة الأيام الثمان الماضية لكن قضايا بناء الثقة هذه مرتبطة ببعضها على نحو اللي يمكن معه تفكيك الحلول أو تجزئها ومن ثم بناء الثقة عليها يأتي ذلك فيما يعرب المراقبون عن مخاوفهم من عدم إمكانية مضي مخطط الإفراج عن الأسرة والمعتقلين إلى نهايته إذا ما استمر الإخفاق ملازما لكل الوفدين فيما يخص بقية القضايا لذا يرى المراقبون أن المهمة لا تزال صعبة أمام المبعوث الأممي الذي يحتفل بما أنجزه حتى الآن على صعيد ملف الأسرة والمعتقلين والمخفيين والأهم من ذلك أنه سعيد منعقاد هذه الجولة من المشاورات بغض النظر على نتائج التي توصل إليها طرف هذه المشاورات يستعد غريفث لقضاء إجازة أعياد الميلاد في بلاده وهو أكثر ثقة من أي وقت مضى بدوره على خط الأزمة والحرب في اليمن وأمر كهذا دفعه إلى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة حضور الجلسة الختامية وهي خطوة لم تكن متاحة على ما يبدو عند افتتاح هذه الجولة من مشاورات التكهل ترجمة نانسي قنقر